السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفيديو ده انا عامله ان شاء الله هيبقى وصير خالص يعني هو عن الهاند اوت بتاعت الاي بي اي اللي بتكلم عن ابر رسپايراتوري تراكت انفكشن لان كان فيه كذا حاجه كده وكذا مصطلح احنا نسمى خدناشو رسپايراتوري فمش واضح قوي احنا عندنا هنا المفروض اللي ده هيبقى موديول رسپايراتوري يعني بس هناخد فكرة كده صغيرة عن الامراض اللي جات لنا في الهاند اوت دي اول حاجه لما فيه بكتيريا او فورين ماتيريا لتدخل من الهير للنيزل كافيتي عندنا بيحصل حاجه اسمها راينايتس راينايتس ده عبارة عن النيزل ميكوزا بيحصل لها انفلاميشن تمام؟ والنيزل ميكوزا بتقدي يعني النيزل ميكوزا فيه النيزل كافيتي بيتقدي الى سينسيس موجودة في المجزيلة ريبون وكده تمام؟ فالميكوزا بتاعت السينسيس دي ممكن البكتيريا توصل المكوزة بتاعه السينسيس دي وتعمل السينسايتس الانفكشن كمان مش ممكن تقف على كده كمان ممكن تسبريد لتحت وتوصل الفالنكس وتعمل الفارنجايتس والفارنجايتس بقى لصور كتيرة وكمان اسمه هو نفسه والفارنجايتس ممكن يعمل لنا حاجات كتيرة ممكن يعمل لنا ممكن يعملنا صور مختلفة للاكيوت فالنجايتس بس الكلام ده كان مذكور في الهين دوتو مش عندنا فكرة عنه كفاية فهي الراينايتس بتبقى في النيزل ميكوزا لو دخلت السينس السل في المكزيلري يبقى دي اسمها سينسايتس ولو عملت سبريد مثلا راحة وصلة الفارنجس ممكن تعمل أكيوت فالنجايتس ده تبقى تبقى كومبليكيشن بس كمان كان مذكور عندنا ان السينسايتس بيبقى معظم السينسايتس بتبقى بتسبقها راينايتس لان معظمها بتبقى سببها حاجة جاية من بره فلازم تعدى عن النيزل ميكوزا قبل ما توصل السينسس الموجودة في المكزيلري بون تمام يبقى اسمها كمان راينايتس لما يبقى فيه راينايتس قبل السينسايتس بيسموا الانفكشن دي راينا سينسايتس خلينا ناخد معلومات شوية ان راينايتس بتبقى مينلي يعني هي فيها نوعين فيها أليرجيك وفيها نان أليرجيك أليرجيك زي مثلا لو فيه هي أصلا كمان اسمها هاي فيفر يعني لها اسم هاي دي اللي هي الأش تقريبا فهي بتبقى بتيجي بسبب الأليرجي يعني مثلا فيه مش عارف دست دخل جوه النيزل ميكوزا بيعمل الراتيشن ويعمل راينايتس لو فيه مثلا بكتيريا دخلت جوه النيزل ميكوزا هتعمل راينايتس وبعدها ممكن تسبرد تروح السينسايتس تعمل سينسايتس تعمل راينايتس يعني ده اللي خلي الراينايتس ليه 2 تايبس أليرجيك ونان أليرجيك أليرجيك سببه أليرجيك أو حاجة يعني أليرجين بتعمل أليرجيك دخلت جوه النيزل ميكوزا والنان أليرجيك ممكن تبقى سببه بكتيريال أو فييرل زي ما هنعرف يعني في الهاند اوت دي الهاند اوت بقى يعني في الأول كده كان بيقول لنا الفرق بين السينياتس والراينايتس بس في شكل السمتومس الفرق بينهم في السمتومس فبقول السينسايتس والراينايتس اللي اتنين فيهم نيزل كونجسشن تمام؟ السينياتس السينسايتس عشان فيه انفكشن وفيه بكتيريا وفيروس فهتعمل لنا بيورينت رايناريا ده عبارة عن الديسشارج اللي بيطلع من النوز بيبقى بيورينت بيبقى ممكن جرينش شوية او يالووشن كولر ما بيبقىش كلير تمام؟ على عكس الراينايتس بتبقى كلير ديسشارج من النوز تمام؟ في السينيسايتس حاجة اسمها بوس نيزل دريب بوس نيزل دريب معناها ايه؟ معناها الديسشارج اللي بيطلع من النوز الطبيعي بيطلع من فيس بيدريب لورا بيرجع ورا ويوصل كمان ويدريب في الدكتور بيشوف في بعض في السورة اللي احنا فتحنا هنا يعني بدل ما يطلع قدام بيرجع اللي ورا كده وبيدريب من النيزو فالنكس لتحت تمام؟ فده مسمينه البوس نيزل البوس نيزل دريب وحيكون مع السينيسايتس برضو بعض الهادك والفيشيال بين مفروض ده انسومنيا ولا ايه؟ بصراحة معرفش ايه انوسميا دي بس بيكون معها برضو كاف وفيفر تمام؟ الراينايتس بيكون معها الراينيرا كلير بيبقى عندها الرايني نوز بيبقى في ريني نوز في رشح وفي بقى في ايتشينج عشان برضو قلنا ده الالرجي الموصل بيبقى سببه الالرجي ويبقى في عنده وفي نيزل كريس نيزل كريس دي عبارة عن النوز بيبقى كدري بين عندي صورة بالمواضيع ده او النوز بيبقى عندها وده بسببه برضو بسبب الالرجي بالالرجي تقريبا بيكون فيه ايتشينجامد مع الهرش الكتير بيعمل ترانسفيرس لاين ده اللي هو الكريست او اسمه الناسل كريس تمام؟ وفيه سيزينل سيمتمس هنا معناها ان بيبقى فيه ماليز وفيه مصل ويكنس وكده تمام؟ نفرق ازاي بين السينوسيتس والرينوس والراينايتس هلنقول ان ممكن نفرق منهم بالدسجارج زي ما قلنا ان الراينايتس فيه سينوسيتس فيه سينوسيتس فيه سينوسيتس فيه سينوسيتس سينوسيتس فيه ده مفيد اديوم ده ده يعني هي تدريب المنزل اللي هي تحصل في الحياة اليومية عادي احنا الوقت مفروض الدكتور بيتكلم مع المريد ويعرف الإلنس ده بقى لها قد إيه وهنا بقول نحنا مفروض نعرف يعني كومان كول نعرف اللي هو بيستمر من أسبوع لنصه كده عشان لو استمر أكتر من كده يبقى فيه نقدر نحددها فيه أربعة أيام وكده يمدينا الأمراض وبقول لنا هي مفروض النورمال بتفضل كام يوم يعني عشان لو زادت عن كده نعرف إن فيه جميع جميعها هنا بقى بيتكلم مع اللي هو يكون فيه ما بين الدكتور والمريض إن تبقى الانفورميشن تيلرد على البيشنت نفسه يعني إحنا بناخد البيشنت ككل ممكن بيشنت عنده مع رسفيراتيز بنحدد له دواء معين كده بناخد البيشنت ككل مش أي بيشنت يجي لنا كده بنديره استمب الدواء خلاص يبقى تيلرد على البيشنت طبعا تبقى تبقى مطابقة للعادات بتاعته الثقافة بتاعته نكتب دوة وإحنا كمان بنتعامل مع المريض تبقى هنا مدنا نقطة مهمة إن هو بقولك إن فيه حاجة اسمها No Antibiotic Prescribing Strategy طيب خلانا نعرف من الستراتيجيز أصلا بتاعة الانتيبيوتك فيه ثلاثة استراتيجيز اللي اللي احنا ندي انتيبيوتك أول استراتيجي اللي هي Immediate Antibiotic مندي انتيبيوتك وفيه Delayed Antibiotic وفيه No Antibiotic Prescribing Strategy No Antibiotic يعني احنا مش هنديله انتيبيوتك بس احنا كشعب مصري ويعني معظم البايشنز يعني لما يكون عنده انفكشن زي ده ما الدكتوري يديله ومضاد دحاوي بيتطمن فبقول لي احنا لو احنا قررنا ان احنا مش هنديله انتيبيوتك نراعي ان احنا نقوله وانفهمه ان هو مش محتاج لانتيبيوتك مش هعمله اي حاجة لانتيبيوتك وكمان ممكن يعمله side effects كتير احنا ممكن احنا ممكن ازاي ان البيشن ده عنده ممكن يجيله كمليكيشنز كتير اول حاجة فيه اربع نقط بنحددهم في البيشن نشوف سيستيميكالي هو well ولا لا يعني جسمه الباقي الورجنز الباقي كويسة ولا لا لو البيشن عنده symptoms and signs of suggestive serious illness يعني زي ما احنا قلنا كده الرينيوتس والسينيوسائيس ممكن تزداد وتعمل acute pharyngitis و acute pharyngitis قلنا ممكن تبقى peritonsillar abscess و peritonsillar cellulitis و intraorbital و intracranial complication حاجات كتير complication فحنا نحدد هوا عنده complications دي ولا لا طب ايه الفرق من abscess with cellulitis peritonsillar abscess with cellulitis abscess بيبقى والperitonsillar cellulitis بيبقى diffused في mucous membrane وكده if the patient is high risk of serious complication يعني لو المريض ده مثلا عنده cardiac problem ولا مشكلة في اللونغس وكده مفروض ده يتحطي له في category serious تمام يبقى ده ممكن ندير antibiotic immediate ممكن نبحث لنه ملاء investigations اكتر كده يعني بيبقى عنده اوليات اكتر هنا نقطة بيقولك ان هي patient لو اكبر من 65 سنة وعنده acute cough وعنده حاكتين من الاربع options دول فده بيبقى برضو series اللي هو برضو يعني two options من ايه بقى اللي هو بيبقى راح المستشفى في السنة اللي قبلها ولو عنده diabetes أو عنده congestive heart failure لو بياخدوا glucocorticoids دول اتنين من دول مع الكف لالاكبر من 65 سنة طيب لالاكبر من 80 سنة بناخد بس وعنده acute cough ونختار واحدة من دول لو عنده يعني حاجة من الاربع دول تانين بيدخل في category اللي هو ممكن نديله immediate antibiotic therapy ونعمله investigations اكتر هدخل بقى في جزء antibiotic وده guidelines اللي احنا مفروض نتباح يعني بيحد امتى ندي الانتيباريتيك لو systematically unwield النقطة دي قلناها قبل كده بقالها عشر أيام عشان كده قلتلكوا لازم نعرف المدة الطبيعية ايه في المرض بتفضل قدقيه وكده نشوف الطبيعي بتفضل قدقيه يعني بتستائل السمتم اللي عنده بديتدي لهم أموكسسلين ودوكسي سايكلين وكلي ريسترمايز طبعا يعني الاسامي دي عدت علينا كتير يعني الأموكسسلين أمين وكنسلين وكده كلام كده ام طيب التلي اليأي انتي بايوتيك النقطة قدامة صراحة مش حاجة واضحة فيها بس هو تقريبا بتكلم هنا عن عمله عشان تقريبا نتخيل معي معينة وغروب يداله وغروب مش يداله انتيبيوتك خالص وبعدين بحصلها ايه من ثنين لاربعة ايام حصلها ايه في كل جروب وتمبراتر كنترول بتاع كل جروب وكمية الانتيبيوتكس اللي استخدمها كل جروب وبرضو بيقيسوا البليف بتاع اليوسف يعني بيشوفوا المريض نفسه عاوز ياخد انتيبيوتكس ولا لأ المريض في الاخر هل كان ساتسفايد بالنوع اخد انتيبيوتك خالص وعطي مبسوط كده يعني ده حاجات كانوا بيقسوها في الريستيرش اللي هما عاملين ده وطلعوا سامري كده تقريبا موجود في البريزنتيشن يعني سهل يعني ممكن يتقري السامري الاكيوت سور ثروت او اكيوت فارينجايتس هم لاثنين حاجة واحدة النقطة هنا بقى في الكلام ده انه بيقولك ان الاكيوت سور ثروت موصلي بيبقى فيرل تمام بيبقى سبب فيرل انفكشن وصلة الفارينجايتس وعملت اكيوت فارينجايتس بس ده ما يمنعش انه هو ممكن يبقى سببه فده ده داعي ان احنا مفروض نعمل كويسة نعرف هو فيرل ولا بكتيريا عشان ما ينديش كده لا لازم نحدد هو اه لو هو بكتيريا وطلع اي